حذرت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت من التحديات التي تواجه البلاد جراء النقص الحاصل في المياه دعية في الوقت ذاتها الدول المجاورة إلى الانضمام في مناقشات هادفة بشأن تقاسم المياه وإدارة الموارد وذكرت بلاسخارت في رسالة إلى المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار أن انقفاض هطول الأمطار ونقص المياه والإدارة غير الفعالة للموارد ونمو السكاني التقت جميعها عند التهديد الخطير الذي تمثله التدفقات غير المتظمة من دول الجوار مضيفة أن ندرة المياه تزيد مخاطر الفقر وتشرد واستقرار العراق على المدى الطويلة وكان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني قد أكد أمام متدى ذكار أن بلاده تشهد تضاؤلا في تدفقات المياه من دول المنبع مع ترد في نوعيتهم وانعكس سلبا على القطاع الزراعي كونه المستهلك الأكبر للمياه وتأثير ذلك في أمن العراق المائي والغذائي ترجمة نانسي قنقر